كذلك نوظف فعل الكون لتعبير عن الحالة المعنوية مثلا إذا كانت حالة المعنوية سعيد فأقول بينما إذا كانت فتاة تتكلم عن نفسها ستقول أو يمكنني القول أنا لطيف يمكنني كذلك أن أقول أنا لطيف أو أنا وديع كذلك يمكنني استعمال فعل الكون لتعبير عن الحالة المعنوية لتعبير عن الحالة المعنوية لتعبير عن الحالة المعنوية ونقول مثلا أنا كبير يقابل هذه الجملة في اللغة الفرنسية لاحظوا معنا دي لا ينتق آخروا كنسون في الكريمة دي لا تنتق ونقول جران بنسبة لأنا كبيرة جسو جراند هنا دي ينتق عندما نضيف أو دي فيمنا أو للمؤنت كذلك ومثال أنا طويل جسو لن لاحظوا جي لا تنتق بينما بالنسبة للمؤنت أقول أنا طويلة يقابلها في اللغة الفرنسية جسو لونغ كذلك بالنسبة للمثال أنا قصيرة يقابله في اللغة الفرنسية جسو كوغ لاحظوا معنا دي لا تنتق جسو كوغ إذا كانت المتكلمة أو المتحدثة فتاة فنقول جسو كوغ كذلك ومثال بالنسبة للجملة أنا رياضية كما ترون في الصورة أنا رياضية يقابلها في اللغة الفرنسية جسو سبورتيف بالنسبة للمؤنت نقول جسو سبورتيف بـ بـ كذلك عندما يتعلق الأمر بالصغار سواء صغار الجسم أو صغار السين نقول هو صغير هو صغير يقابل هذه الجملة في اللغة الفرنسية إلي بتي إلي بتي هو يقابلها إلي نستعمل في اللغة الفرنسية لذي يدل على المدكر الغائب إلي إلي هو صغير يقابل هذا النات الأجيكتيف بتي صغير يقابله بتي عندما يتعلق الأمر بمؤنت مثلا صغيرة نضيفه كما ترون لقد وضعت إشارة بين قوسين منسبة للمثال هنا رشيقات هنا رشيقات ألسان مانس هنا يقابلها ألسان ورشيقات يقابلها مانس أنا قوي أنا قوي يقابل هذه الجملة في اللغة الفرنسية جسوي فغ جسوي فغ أنا يقابلها جسوي وقوي يقابله فغ بالنسبة للمؤنت عندما يتعلق الأمر بناعة المؤنت قوية نضيف في اللغة الفرنسية ويصبح لدينا فغ 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 كذلك كذلك إخوتي الأفاضل نستعمل لذرب أدر للدلالة على الشعور الذي قد ينتاب الجسم أو قد ينتابنا هناك بعض الأحاسيس التي تنتابنا كالإحساس بالعطش كالإحساس بالجوع وهذه أحاسيس متعلقة وتنتاب الجسم مثال أنا شبعان أنا شبعان يقابل هذه الجملة في اللغة الفرنسية جسوي غصازي جسوي غصازي عندما نتكلم عن فتاة أو بالنسبة لفتاة تقول أنا شبعانة يقابلها جسوي غصازي ونضيف أ للمؤنت أ دي فمنا كذلك هو مرتوي يقابلها إلي دي زالتغي هي مرتوية إلي دي زالتغي ونضيف أ دي فمنا هو عتشان هو عتشان إلي أصوفي هي عتشان هي عتشان إلي أصوفي إلي أصوفي إلي دي فمنا أنا بسيحة تنجييدة أنا بسيحة تنجييدة يقابلها في اللغة الفرنسية جسوي زنبان فرم أنا يقابلها جسوي بسيحة جييدة زنبان فرم كذلك يمكن استعمال لذيكرة مهنة معينة لذيكرة ماتي مثلا أنا طبيب يقابلوا هذه الجملة في اللغة الفرنسية جسوي زالتغي جسوي زالتغي هذه الجملة نستعملها بالنسبة للمودكر و المؤنت c'est un mot إبسيحة لا يتغيير نقولوا بالنسبة للمودكر و كذلك بالنسبة للمؤنت المثال الثاني أنا ممرد أنا ممرد يقابله في اللغة الفرنسية جسوي زنبان فرمية جسوي زنبان فرمية بالنسبة للمؤنت أنا ممرد يقابلها في اللغة الفرنسية جسوي زنبان فرمية كما ترون لقد أنفنا E, 2, Femina وأكسون سوف نرى ذلك لاحقا في درس المذكر والمؤنث كذلك والمثال أنا أستاذ نقابله في اللغة الفرنسية كلمة هي كلمة لا تتغير ونستعملها بالنسبة للمذكر وكذلك المؤنث نقول كذلك بالنسبة لتلميذ إذا أراد أن يتكلم عن نفسه سيقول أنا تلميذ بالنسبة للمؤنث سوف تقول بالنسبة كما ترون لم يتغير كلمة ألف لم تتغير سوف نرى ذلك لاحقا بالنسبة لألف نقولها للمذكر هو المؤنث ما تغير كما ترون هو أن أصبح كذلك للمؤنث بالنسبة للمؤنث أنا جينيور أنا جينيور بالنسبة للمؤنث أنا مهندس معماري أنا مهندس معماري وقابلوا هذه الجملة في اللغة الفرنسية بالنسبة للمؤنث بالنسبة للمؤنث كلمة أخشيتيكت كلمة ألف فهم كلمات لا يتغيرون إبيسام يعني نستعملهم بالنسبة للمذكر وكذلك بالنسبة للمؤنث ما يتغير هو والمقصود بالأدات التعريف أو ما يصطلح عليه باللغة العربية النكيرة والمعرفة سعملوا لتحديد الوضعية أو الموقع الموقع الذي نجد فيه pour situer la position مثلا إذا كنتوا في المنزل سأقولوا أنا في المنزل باللغة العربية أما باللغة الفرنسية فسأقولوا جسوي قابلوا أنا في أ la maison المنزل كذلك أنا عند الحلق أنا عند الحلق je suis chez le coiffeur je suis chez le coiffeur كلمة الحلق يقابلوها le coiffeur باللغة الفرنسية كما ترون عندما يتعلق الأمر عندما نكون عند الحلق أو عند الطبيب ف la preposition التي نستعمل أو الكلمة التي تدل على المكان فهي فهي شي je suis شي le coiffeur je suis chez mon oncle أنا عند عمي أنا عند الطبيب je suis أنا عند الحلق 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 ونبشركم إخواننا أخواتنا أننا سنقوم قريبا ببتأول دروسنا عبر قناة السوائس بروفسور دفرانسي النجدة أستاذ الفرنسية فكونوا من متابعينا ولا تنسوا أبدا أننا نحبكم اشتركوا في القناة